بسم الله الرحمن الرحيم حضرة الثالثة هنبدأ بقى ندخل في الفصل التاني تقسيمات وتصنيفات الموارد يتم تقسيم الموارد وفقا للعديد من المعايير نذكر منها ما يلي معيار التوزيع الجغرافي معيار الأصل معيار القدرة على التجدد معيار المظهر أو طبيعة المورد نبدأ أول حاجة بمعيار التوزيع الجغرافي وفقا لمعيار التوزيع الجغرافي نجد أن نقسم الموارد لموارد موجودة في جميع الأماكن زي الهوى وأشعة الشمس والرمال في الصحراء والمياه في البحار والمحيطات والأنهار ودي بنسميها موارد حرة يعني ليس لها سعر يعني مجانية وفقا لمعيار التوزيع الجغرافي في عندي أيضا نوع آخر من الموارد اسمها موارد موجودة بنلاقيها موارد موجودة في أماكن متعددة ودي بتتحدد قيمتها ودي بتتحدد قيمتها طبقا لقوانين العرض والطلب زي الأراضي الصالحة للزراعة المياه والترع الموجودة في عدد كبير من الأماكن واللي بتختلف من حيث الجودة والوفرة وأيضا وفقا لمعيار التوزيع الجغرافي بنجد نوع آخر من الموارد بنلاقيها موارد موجودة في أماكن قليلة أو محدودة زي المعادن زي مثلا معدن القصدير اللي موجود في ماليزيا وطايلاند وإندونيسيا وزي البترول والغاز الطبيعي اللي موجود في الدول العربية أو في بعض الدول العربية أيضا وفقا لمعيار التوزيع الجغرافي هناك أيضا موارد موجودة أو مركزة في مكان واحد أي أن معظم الإنتاج العالمي منها مصدر إقليم معين مثل النيكل في كندا واليورانيوم في أمريكا والذهب في جنوب أفريقيا أما لو حبينا نقسم الموارد من حيث معيار الأصل فممكن نقسمها لموارد طبيعية وموارد بشرية وموارد مصنعة اللي هي رأس المال بالنسبة للموارد الطبيعية فنجد أنها تنقسم لموارد طبيعية عضوية وموارد طبيعية غير عضوية الموارد الطبيعية العضوية أي أنها من أصل حي كالموارد النباتية والحيوانية مثل الغبات والحيوانات البرية والبحرية وبعض الموارد المعدنية مثل النفط والفحم الحجري أما الموارد الطبيعية غير العضوية فهي زي الموارد المعدنية كالحديد والنحاس والقصدير أما الموارد البشرية فهي تتمثل في حجم ونوعية القوى البشرية المتاحة عاملة وغير عاملة حيث أن الإنسان هو الأداء الرئيسية لعمليات الإنتاج وفي نفس الوقت أداء لاستهلاك وتتركز دراسة اقتصادية الموارد البشرية على ثلاث عوامل اقتصاديات التعليم والصحة اللي بتؤثر في نوعية الموارد البشري واقتصاديات الهجرة اللي بتؤثر في توزيع الموارد البشرية ودراسة حجم السكان والمشكلة السكانية اللي بتؤثر في حجم الموارد البشرية أما بالنسبة للموارد المصنعة فهي الموارد التي تنتج من تفاعل عنصري العمل والموارد الطبيعية لإنتاج موارد جديدة تساعد في عملية إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات الأفراد وينقسم رأس المال إلى رأس مال عيني أو مادي ورأس مال اجتماعي فرأس المال العيني أو المادي هو رأس المال الذي يتخذ شكلا ماديا ملموسا ومن ثم يستطيع من يمتلكه أن ينقله أو يتصرف فيه زي الألات والمعدات، المواد الخام، السلع الوسيطة، مصادر الوقود والطاقة أما رأس المال الاجتماعي فهو الذي يكون مملوكا للمجتمع ككل ويطلق عليه البنية الاقتصادية الأساسية مثل المجاري والمسطحات المائية، الطرق والكبار والإنشاءات، السدود والقناطر، السكك الحديدية، المصانع والمزارع والمستشفات أيضا يمكننا أن نقسم الموارد من حيث معيار القدرة على التجدد فنجد أن هناك موارد متجددة غير قابلة للنضوب وهناك موارد ناضبة اللي هي بنسميها فانية أو غير متجددة الموارد المتجددة غير قابلة للنضوب هي موارد تتجدد بصفة مستمرة وتلقائية زي الموارد المتدفقة اللي موجودة بصفة مستمرة وبكميات كبيرة زي أشعة الشمس والهواء والأرض والأمطار والبحار والأنهار والمحيطات أما الموارد الإحيائية اللي هي تتكاثر بالتوالد زي الأسماك والحاوانات والغبات والمراعي دي كلها بنسميها موارد غير قابلة للنضوب يعني متجددة دائما تتجدد بصفة مستمرة أما النوع الآخر من الموارد وفقا لمعيار القدرة على التجدد فهو الموارد الناضبة أو الفانية اللي بتوجد في الطبيعة بكميات محدودة لا تكفي إلا لفترة محدودة ويؤدي استخدامها إلى تخفيض احتياطياتها ومن ثم نضوبها تدريجيا ودي قد تكون موارد ناضبة لا يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى زي البترول والفحم والغاز الطبيعي أو موارد ناضبة يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى زي النحاس والحديد والسلط وأيضا يمكن تقسيم الموارد من حيث معيار المظهر أو طبيعة الموارد إلى موارد ملموسة يمكن تمييزها بالعين المجردة زي الحديد والنحاس والتربة والبترول والحيوانات والغبات وغيرها أو موارد ملموسة يمكن تمييزها بالعين لا يمكن تمييزها بالعين المجردة زي السياسات الحكومية العادلة والحكيمة مستوى التعليم والتنظيم والإدارة والموقع الجغرافي والطمأنينة الاقتصادية حيث أن لها تكاليف وتمن يدفع للحصول عليها وهي تعتبر موارد اقتصادية